السلام عليكم ورحمة الله نواصل شرح دولة الـ IP DataGram وصلنا إلى حقل الـ H-Lin الـ H-Lin هو عبارة عن Header Length ويقصد طول الـ Header أو طول الـ DataGram ونوه تنوية بسيط أن الـ DataGram يتكون من جزئين جزء أساسي وجزء ثانوي الجزء الأساسي هي هذه الخمسة الحقول والتي كل حق طولة 32 32 32 بالتالي مجموع الحقول جميعها الخمسة 160 بيت عندما نحولها إلى بايت نقسمها قسمة 8 فبالتالي تصبح 20 بايت أي أنه هذه العشرين البيت التي توجد هنا لا غنالي عنها ضروري أن تتواجد كلها إذا وجدت أقل أو إذا نقصت فإنه خطأ كبير ولا تستطيع تسأله أن ترسل أما الجزء الثاني وهو الـ Option وهو يعني نستطيع أن نستغني عنه فيكون صف ويوجد كحد أقصى كـ 40 بايت بالتالي يصبح حجم الداتا جرام يتراوح بين 20 و 60 حجم الهيدر كاملا بين 20 و 60 أي 20 إذا لم يوجد Option و 60 إذا وجد الـ Option كاملا أيضا يستطيع يعني بالإمكان أن يكون أي قيمة بين 20 و 60 فمدلا 25 إذا كان 25 طول الهيدر معناه أن العشرين كما قلنا سابقا أساسية والخمسة هي عبارة عن Option 5 بايت عبارة عن Option والعشرين البيت الأساسية هي هذه الخمسة الحقوق هذا الحق H-Lin يتكون من أربعة Bit Bit 2 3 4 هذه الأربعة Bit تمثل لا تمثل طول الهيدر كاملا وإنما نأخذ القيمة التي في هذه الأربعة Bit ونضربها في أربعة فتعطيني قيمة الهيدر أو حجم الهيدر بمعنى أن هذه الأربعة Bit مثلا إذا ثانت مثلا 0 1 0 1 فإن هذه القيمة كم تساوي 5 نضربها في أربعة فتكون 20 هذه العشرين هي حجم الهيدر وهي يعني أن الهيدر هذا كاملا حجمه 20 ما هي العشرين العشرين الأساسية والأوبشن صف لا يوجد أوبشن مثال آخر إذا كان داخل هذه التعليمة 1 1 صف صف هذه كم هي 1 2 2 4 8 أي 12 12 نضربها في أربعة فكم تكون 48 واربعين هذه الثمانية والاربعين تعني حجم هذا كامل كيف نفصلها العشرين هنا أساسية وزائد ثمانية وعشرين هذا عبارة عن أوبشن قلنا أن الهيدر كاملا يتراوح بين 20 و 60 بيت إذن ما هي أقل قيمة يمكن أن تتواجد في هذه الأربعة البيت أقل قيمة كما ذكرنا في المثال الأول هي 0 1 0 1 والتي ستمثل خمسة فنضربها في أربعة فتكون 20 بايت بمعنى أن الأوبشن يساوي 0 لا معنى لا فإذا كانت قيمة أقل مثلا 0 0 1 1 هذه التعليمة تساوي 3 3 في أربعة 12 أي أن حجم هذا كاملا 12 بايت والـ 12 بايت لم تتوفى حتى العشرين الأساسية التي قلنا لغنا لنا عنها وبالتالي يكون الحجم ناقص أو تكون الرسالة خطأ أولا تستطيع أن ترسل أقصى حد لهذه الأربعة البت هو أن تكون 1 1 1 1 والتي تمثل هذه 15 بالنظام العشري 15 نضربها في أربعة ليطلع الحجم الإجمالي للهداء كم سيكون 60 60 بايت بمعنى أن 20 أساسية وأربعين أوبشن أي تحقق كاملا هل نستطيع أن نلخص في الأربعة البت قيمة أكبر من الخمسطاش قيمة أكبر من الواحد واحد 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 لا بمعنى أي نؤكد هذا الكلام الذي هو أن حجم الهيدر كاملا بين 20 و 60 بايت كان هذا حق للإتشلين في الفيديو القادم إن شاء الله سنشرح السيرفيس طايب استودعكم الله شكرا اشتركوا في القناة